لو هنتير هنروح على فين? تروح للمستقبل ولا ترجع للماضي? ايشان ماجهة. اه لا ارجع للماضي طبعا. حاج براكتر? يعني اروح للمستقبل ابقى. لو عايزت. لا ممكن تبقى تروح للمستقبل بسنك. بسني? اه. لا مش عايز اعرف قدام في ايه بصراحة. يعني. لا لا. ده وحش قوي. يعني لو قالولك قدام في ايه ده. ده نعمة من عند ربنا. اه طبعا. انت متبقاش عارف. لا ارجع لورا طبعا. اه تقعد اسبوع كامل من غير انترنت ولا اسبوع كامل من غير عربية? لا اسبوع كامل من غير عربية. وتفضل بالانترنت انا. الانترنت. اهم الانترنت من العربية? صعب بتستغنى عنه اه طبعا. زي كنا عايشين قبلين? والله معارف. كنت بتعمل قبل ما تنام كنا بنعمل ايه? يعني بنروح في النوم على ايه? انا مش فاهم. اه. فيلم عربي قديم. فيلم عربي قديم. كنت فرجع تليفزيون فعلا. وكان احلى وكنت بتنام اعمى. ايوة طبعا. صح? ايوة. اه تنصح بالجواز قبل التلاتين ولا بعد التلاتين? ده كله. التلاتين. في التلاتين بالزبط. طب ولو ملحقتش. ليه ملعقشي ليه? كنت بقيت واحد وتلاتين. تسعة وعشرين. واحد وتلاتين. يعني بعد التلاتين. اه. يعني من تلاتين وانت طالع كده. اه مش قبل. اه. بتتغير? تكون اه تكون نضقت كده كبني ادم وتعرف يعني ايه تشيل بيت وتتحمل مسئولية بني ادمين وتتعامل مع شريك حياتك. فمحتاج ان انت تبقى اه ناضج يعني. بعد الانفصال ممكن اتنين يكونوا صحاب ولا مفيش حاجة اسمها صداقة بعد الانفصال? لا انا شفتها يعني. يعني حالات ندرة يعني. بس في حالات في صحابي اه منفصلين وصحاب جدا. وهي اتجوزت وهو اتجوز. صحاب كبير صحاب. انا بشوف دي حاجة بتبقى حلوة. اه هي حاجة راقية جدا بصراحة. راقية جدا. انا بقول لهم انتو يابانيين اكيد. مش معا. اكيد. لا بس فعلا بتبقى حاجة كويسة. اه حاجة تفرح والله. وعايز اقولك ده يعني لاطفالهم بقى. اطفال زي الفل وسويين كده ولانه شايفين علاقة بباباهم وماميتهم حلوة حتى لو مش عايشين مع بعض بس. الكل مجتمع ان لازم العلاقة ما تبقاش توكسك قدام الاطفال. فالاطفال زي الفل.